في بعض العمليات الجراحية احنا بنستخدم الغدروف الصناعي والغدروف الصناعي من المفاهيم الحديثة المبتكرة الجميلة جدا جدا لعلاج مشاكل العمود الفقري وخصوصا لدى المرضى صغيري السن احنا ليه بنختار نستخدم غدروف صناعي؟ ببساطة شديدة جدا احنا عندنا غدروف باز وانتهى وبقى بيحدث مشاكل للجسم هنشيل الغدروف ده هنحط مكان الغدروف ده حاجة تقوم بوظيفة الغدروف او بتسعين في المئة من وظيفة الغدروف دون ان تحدث اي مضاعفات او مشاكل للأدسجة المجاورة وبالتالي لما انا بستخدم الغدروف الصناعي انا بخفف الحمل والعبء عن الفقرات المجاورة وبكده انا بقى اكون ساهمت في ان المريض ده مايرجعش يرد عليه غدروف تاني غير الغدروف اللي احنا شلناه في فقرة اخرى وبالتالي انا كده مش بس شلت انزلاء غدروفي لدى المريض لا ده انا رجعته الى حالته الطبيعية ويسبت ويتحرك زي ما هو عايز ويعمل كل الحاجات اللي نفسه يعملها دون ان اؤثر على الفقرات المجاورة لهذا الغدروف ودون ان يكون هناك معدل حدوث لغدروف مرتجع مرة اخرى وبالتالي احنا بنختار تثبيت الفقرات لمصلحة المريض ولمستقبل المريض وليس لاي شيء اخر من انجح وسائل تثبيت الفقرات الغدروف الصناعي وظروف الصناعي بيثبت الفقرة وبيسمح لها في نقان واحد مع هذا التثبيت انها ترجع تتحرك تاني مرة تانية مع حضراتكو بنتكلم عن ضمور العضلات احنا بنتكلم هنا عن مرض متدرج ولا قيم ما بيسبش العضلة الا لما يعمل لها ضمور والاطباء والعلماء ما بيقفوش عجزين قدام اي مشكلة بينحوا جانبا مشاعرهم وعواطفهم وبيخشوا في معركة من خلال البحث العلمي مع هذا المرض عشان يلاقولوا حل والسنة دي سنة 2018 حصل اتنين علماء كبار واحد امريكي واحد ياباني على جايزة نوبل في الطب نتيجة ابحثهم فادوية جديدة بنسميها الادوية البيولوجية اللي بتشتغل على الاورام وبتشتغل على الامراض اللي بتنتج عن طفرات في الجينات عشان كده احنا النهاردة بنكمل مع الدكتورة ناجية علي فهمي استاذ الامراض العصبية ومديرة وحدة امراض العضلات في طب عن شمس هذا الكلام المبشر واللي بيدينا امل ان ان شاء الله هيبقى فيه علاج وهيبقى فيه سيطرة على النتائج اللي بتحدث من هذا المرض الدكتورة ناجية عايزين نكمل حضرتك كنت بتتكلمي عن انواع الضمور العضلات وعرفنا اشهر انواعه عايزين نعرف بقى مصير الاولاد دون ايه ايه اللي هيحصل بعد ما بنعرف بنشوف الاعراض وهنحاول بقى نشخص ونعرف النوع ايه بالزبط وهيمشي المصار معهم ازاي تمام زي ما حالك كده شفت الامراض بتتشابه فيه انزيم مهم قوي في الدم انزيم ده اسمه تحليل ال سي بي كي او انزيم العضلات ده بتعمل في كل المعامل لو احنا بس لقينا الطفل البطيء ده او اللي مش قادر يؤمن على الارض من بدري من بدري وعملنا الانزيم ده فلو هو عالي اوي بيوصل الافات ممكن يوصل عشرين تلاتين الف ده رايح نحية دمور العضلات لو هو بس ميات او ما يعديش الالف ده رايح نحية دمور العضلات الشوكي لو هو طبيعي بيبقى نحية دمور العضلات فده تحليل بسيط بنعرف منه انترق اه فانا بنصح بيه كل زمال يعني وخصوصا الدكاتة اللي هما يعني مش متخصصين اوي في المرض انه هما يعملون تانية حاجة وبقت مهمة في العالم كله التحليل الجينية التحليل الجينية دي ما بقتش ابحث دي بقت تحليل تشخصية تشخصية هقدر اعرف بيه دوشان هقدر اعرف بيه دمور العضلات الشوكي بقت انواع دمور العضلات دمور الاعصاب التحليل الجينية دي بقت اساسية في العالم كله وجزء لا يتجزأ من العلاج للأولاد دولة إحنا في مصر عندنا في بعض المراكز بتتعامل بعض التحاليل لكن الأسف باقي التحاليل ما بتتعاملش في مصر أعتقد لأن هي يعني لسه ما خدتش يعني شهرة أكتر أو يمكن ما بنطلبهاش كتير أو يمكن لأن هي محتاجة خبرة في التشخيص هل هي ضرورية؟ باقي أساسية لأن العلاجات الحديثة بتعالج طفرات يعني على حسب نوع المرض وعلى حسب نوع الطفرة هيكون العلاج فلازم نتأكد الأول بالتحاليل بالظبط ونعرف الطفرة فين بالظبط ونوعها إيه فباقي أساسية طب وجود التحاليل دي عندنا محتاج إيه في رأيك يعني أعتقد أنه محتاج توجيه يعني أنه لازم تتعمل تتعمل ولو مركز واحد كبير يبقى ريفرال الناس تحول الحالات عليه ويقعب للتحاليل فيه في جميع بلاد العالم دلوقتي فيه مراكز متخصصة لأمراض العضلات والأعصاب المراكز دي مسؤولة عن التشخيص ومسؤولة عن الأبحاث ومسؤولة عن العلاج طيب حضرتك وحدة لأمراض العضلات جوه طب عن شمس تمام فأنتم مثلا ممكن لو حد عاوز يتبرع عاوز يساعدكم في إنشاء هذه الوحدة بالشكل الزي في العالم كله ممكن يتوجه لكم إحنا الوحدة الحياة بقى لنا أكتر من 20 سنة بنعمل عينات العضلات والأعصاب والسبغ الكيميائي والمناعي وبعض الاختبارات الوراسية لكن إحنا بنأمل إن إحنا نتطور نبقى مركز متخصص زي ما حضرتك بتقول إن إحنا يتم عندنا في مصر كل أنواع التحاليل الجينية وده يحتاج مبلغ كبير يا دكتورة ولا حاجة مثلا بنتكلم في 5 مليون 10 مليون ولا أكتر بكتاب يعني مع الأجهزة ومع العملة يعني أعتقد إحنا مبلغ ما هيقلش عن 40 أو 50 مليون 50 مليون بس تبقى مركز يقدر يشخص زي بره بالزبط بالزبط وصولا طب عن شمس ليها يعني تعاون مع جامعات أجنبية كتيرة في أوروبا وأمريكا واليابان فإحنا نقدر أن نعمل إن شاء الله طيب حضرتك كلمين عن العلاجات الجديدة لأن الناس كلها بتطالب بيها العلاجات دي مكلفة جدا بس إحنا عندنا تجربة الحمد لله مع علاجات فيروس سي والحكومة تدخلت وقدرت ترخص العلاج وجابت كمان المصانع العالمية الشركات العالمية تعملوا في مصانعنا هنا في مصر وده أدى للطفرة في العلاج اللي حصلة إحنا ما عدين لتنين مليون مريض علاج فأظن برضو عدد حالات الضمور العضلات يستاهل أن نعمل نظرة للعلاجات بتاعتها عدد الحالات يستحق وحالة الحالات تستحق لأن ضمور العضلات الشوكي في دلوقت عندنا حالات في الرعايات المركزة بتموت كل يوم طيب بالنسبة للعلاجات التلعات وفيه علاج تلع لضمور العضلات الشوكي والعلاج ده أدى نسبة فعالية توصل لـ 70% تحصن إحنا مش هنقول طبعا أسماء لا مش هنقول أسماء لكن إحنا بنقول أن النوع اللي طلع ده واخد موافقة الـ FDA اللي هي منظمة الأغذية والدواء العالمية وبنقدر لما بنيديه هو بتاخد في النخاع الأطفال دولة بنقدر أن بعد فترة الطفل ده يتشال من على جهاز التنافس الصناعي الأطفال دولة اللي ما كانوا يقدروا يقعدوا يبتدوا يقدروا يقعدوا فيه متابعة ليهم بقى لهم حوالي أربع أو خمس سنين أطفال دولة اللي بتدوا يقفوا يبتدوا يمشوا فده دواء فعال ودخل في بلاد عربية وأعتقد بين حقنا في مصر وبسرعة أن الدواء ده يخش عندنا لازم أنه حل في موضوع تكلفته أو سقره التفاوض لازم يكون على أعلى مستوى في الدولة زي ما حصل في الأدوية الفيروس زي ما بينقذ حياة الأطفال طب في حاجة للدوشين الدوشين طلعوا نوعين من الأدوية نوع وفقة عليه الـ FDA ونوع وفقة عليه المنظمة الأوروبية النوعين دول بيعتمدوا أولا أننا أحل الجين في مراكز معتمدة تاني حاجة نوع الطفرة فيه دواء منهم اللي هو في تعليم نظمة الأوروبية ده الحاجة اسمها الطفة الهرائية دول حوالي 13% من الحالات والنوع الثاني للطفرة اللي هي بيسموها لها علاقة بـ X51 دولها حوالي 13% من الحالات النوعين دول من الأدوية بيساعدوا كتير على منع تدهور المرض بصورة كبيرة طفرة دوشين بعد سن 12 سنة ما بيقدرش يوقف على رجله أو يمشي لكن الأدوية دي ممكن تخليه وقف على رجله لغاية سن 18 أو 20 سنة جميل يعني علاجات الأخرى بقى العلاجات الأخرى دي اللي احنا نستنينها العلاجات الجينية يعني أقصد بعمله إيه كعلك طبيعي كرعاية برضو ناخد فكرة دلوقتي في حاجة اسمها يعني معايير الرعاية العالمية لمرض الدوشين ما بقاش دكتور واحد بيعالج بقى فريق لازم دكتور الأطفال دكتور الأعصاب دكتور الوراثة الصدر القلب العزام التغذية الطبيب النفسي كل دول داخلين في الحالة كل دول مع بعض العلاج الطبيعي طبعا والعلاج التأهيلي دول فريق بيسموه فريق الدوشين كل مركز أو كل مستشفى كبيرة بقى فيها فريق الدوشين بيعالجوا الطفل وبيهتموا بالأدوية بيهتموا بالعلاج الطبيعي بيهتموا بالعلاج التأهيلي علشان كده حضرتك الصور اللي انت شفتها الأطفال اللي عايشين لسن 30 و 35 سنة الأطفال دول اللي اتخرجوا من الجامعات فيه أطفال منهم اتجاوزوا وأنجبوا أولاد فالدوشين ان احنا نوصل للمرحلة دي من الرعاية حاجة ممتازة دكتور العالية انا بعتبر الامراض دي اختبار من ربنا لي نحن مش المريض واهله بس تختبر انسانيتنا تختبر تعاوننا مع بعض لخدمة هذا المريض واهله اي واحد فينا معرض ومعرض ان حد من اهله او من اولاده يجيله او من احفاله فاحنا لازم نحس وقلنا في المقدمة بتاعت الحلقة لازم نحس بغيرنا وده اللي بيميزنا كبني الانسان احنا نحس ببعضينا واي حد يقدر يقدم اي حاجة اي مساعدة للناس دول ما يتأخرش لان هي ده دليل انسانيتنا انا الحقيقة عايز اسمع منك كلمة هتوجهيها وانت تلطيها مني وانا عايزة عمل الحلقة دي من زمان وجد فرصتنا ان احنا نقول لنفسنا فيه كله للناس وللدولة تمام انا بطلق من الدولة الاهتمام بمرضى ضمور العضلات والاعصى في تشخصات حديثة مدخلتش التأمين الصحي اي ولا بتتاخد على نفقة الدولة اي الاهل بيضطروا يدفعوا الاف الجنيهات عشان يشخصوا اولادهم ومش كلهم معهم الالاف دي بيستلفوا والله يا حضرت انا بطلب منهم رعاية الاطفال دول في مراكز متخصصة اي مش اي طبيب طبيعي او علاق طبيعي بيعرف يتعامل مع حالات ضمور العضلات والاعصى محتاجين مراكز متخصصة زي ما قلت حضرتك مركز او مركزين كبر وبعد كده بقى في مراكز صغيرة في المستشفيات الفرق اللي بتتعامل معهم محتاجين تدخل الدولة على اعلى مستوى علشان الادوية الجديدة اللي طلعت نقدر نتفاوض عشان نقلل اسعارها وتوصل الاطفال بسرعة علشان نحمي حياتهم ونحميهم من التدعور وكلمة اخيرة انا يعني احنا في دخول المدارس فجأت ان الاولاد الفصول في الصف في الدور الرابع والخامس ولما بنطلب منهم نزلوا الطفل الفصل بتاعه ودي حاجة بسيطة بنعملها له نزلوه في الدور الاول الطفل لو طالع خمس ادوار كل يوم حالته هتتدهور بيرفضوا بشدة ويطلبوا من الام ان هي تاخد ابنها ويقعد في البيت انا لقيت يعني امهات بيبكوا ازاي تحرموا اولادي من مجرد ان هو يروح المدرسة عشان عنده اعاقة حركية فيمكن انا بوجهها بقى حاجة نقدر نعملها انسانية ان في بداية العام الدراسي يعني ما تحرموش طفل من ان يروح مدرسته ساعدوهم اعملوا رمبات ازاي الكرسي يطلع ازا كان الولد على كرسي ازاي نوفر لهم الكراسي او وسائل الحركة في حاجات كتير قوي نقدر نعملها في مصر واعتقد ان احنا كلنا كمصريين هنقدر نساعد الامراض يا دكتورة القصة عايزة انسانية وفكرة راقي وان الولاد دولت ما يهمشوش ونغمض عنا ونعتبرهم مش موجودين ده فيهم اولاد قيمة في الزكاء يعني يضموا العضاءات الشاوكي والدوشان في اولاد طلعين الاوائل على المدارس وعلى الجامعات واتكرموا واتكرموا لأنهم متصابش بحاجة متصابش بحاجة وعندهم طموحات غير طبيعية فانا رأيي الاطفال دولا محتاجين مننا رعاية متكاملة محتاجين مراكز متخصصة محتاجين للعلاجات الحديثة ومحتاجين بقى الانسانية من يعني الشعب كله مختلف مستوياته يعني على الاقل المدرسة انا بضم صوتي لصوت الدكتورة ناجية وبقول ان الشعوب يقاس تحضرها وانسانياتها بمدى اهتمامها بضعفاتها واحنا بنعتبر هنا المريض اللي في الحالة دي واللي زيها زي التصلب المتعدد وزي فيروس سي وزي الامراض اللي بتؤثر على كفاءة الانسان وقدرته على التمتع بحياته بتخليه في حالة ضعف لازم باقي افراد المجتمع يهتموا به ويقفوا جنبه ويساعدوه كل على قدر طاقته سواء دولة وزارة صحة جامعات وزارة تربية وتعليم لما يحبوا يتعلموا كلنا لازم نفكر في الولاد دول صحيح مشاكلنا كتير لكن الحاجات دي هي اللي بتختبر انسانيتنا وبتختبر تفاعلنا وتعاوننا مع بعض كمجتمع احنا لازم نبقى بنيان مرصوص يشدوا بعضوه بعضا ونقاذر بعضينا العلماء محتاجين مساعدة مراكز البحث محتاجة تطوير وتبرعات ياريت نقوم بيها كلنا النهاردة احنا تناولنا دمون العدلات ان شاء الله هنتناول قريب التصلب المتعدد وما فيش مرض في مصر في اهتمام قليل بيه هنسيبه لان دي فرصة ومن خلالكم ياريت الرسالة دي توصل لكل اللي حواليكم أنا شاكر جدا يا دكتورة ناجية شكرا يا فاتح على ذلك شرحت لنا الموضوع ببساطة وفهمتهننا كويس وعلمتينا الله يخديك يا فاتح ربنا يخديكي وإن شاء الله نكملين فقراتنا وحلقتنا ما زال فيها فقرات أخرى وضيوف جداد انتظروني الفيلر مش وش منفوخ عملية استخدام الفيلر في الطب اسمها Volume Restoration يعني استعادة الحجم المفقود من الدهون في الوجه سواء كان بيعامل السن أو نتيجة فقد وزن وعلشان نضمن ان احنا بنستخدم الفيلر ويدينا نتائج طبيعية وبس ان احنا بنستعيد به الحجم المفقود بنتبع مجموعة من القواعد ان الوجه له تقسيم بيتقسم طوليا إلى خمس أجزاء متساوي وبيتقسم عرضيا إلى ثلاث أجزاء متساوي لو استخدمنا المقاييس دي وبدأنا نستخدم الفيلر هنحصل على نتائج طبيعية من غير ما نبدي حاجة أوفر أو أكتر من الطبيعية حاجة كمان مهمة قوي ان الفيلر له أنواع وتركيزات مختلفة كل نوع فيهم له استخدام محدد أو مكان محدد في الوجه بمعنى ان الفيلر اللي بنستخدمه في الخدود غير اللي بنستخدمه في الشفايف غير اللي بنستخدمه في خطوط الابتسامة وهكذا حاجة كمان مهمة لو هنستخدم كمية فيلر مرة واحدة نتيجة أن عندنا حجم كتير من الدهون عايزين نعوضه يستحسن أن احنا نعملها على أكتر من جلسة وبالطريقة دي هناخد نتائج طبيعية جدا وشكلنا مش هيبقى قد ولا غريب علشان الفيلر مش وش منفوخ اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر